اشتركوا في القناة وقف اطلاق النار بغزة يمكن ما يشمن تلقائيا جبهة لبنان عم تتزامن زيارة هوكستين لبيروت مع جهود وساطة مستمرة بالقاهرة للتوصل لهدنة بعد ما كثفت الولايات المتحدة ضغوطة من أجل تنفيذ وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع كل هالأحداث عم تتصدر العنوين العريضة للصحف المحلية العربية والعالمية بحلقتنا اليوم من بريس ريفيو وبالإضافة على جولة لآخر العنوين العريضة لتصدرت الصحف ليوم الثلاثة خمسة أدار 2024 رح ينضم لألنا الاستاذ بالاقتصاد الدكتور جاسم عجيئة ومنكمل بفقراتنا المعتادة البداية بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هنهار من عام 1984 أسقط مجلس النواب اللبناني اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروف باسم معاهدة 17 أيار وهدف هالاتفاق كان خلق علاقة سليمة بين إسرائيل ولبنان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية بعد الاشتياح الإسرائيلي وحصار بيروت عام 1982 نبدأ جولتنا على الصحف ودائما مع صحيفة النهار وأبرز عنوينة لليوم هوكستين يوسع دائرة مفاوضية في لبنان ليس من حرب محدودة ونحن لحل ديبلوماسي لقاءات هوكستين في زياراته الثالثة لبيروت بعد حرب غزة تتسعى للمرة الأولى للمعارضة إسرائيل تصاعد غيراتها جنوبا وحزب الله يتحدث عن صد محاولة تسلل لقوة من لواء جولاني منتبع مع النهار واشنطن تطالب حماس بقبول الهدنة المحكمة العليا ترفض الحكم بعدم أهليات ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية نبقى مع النهار ومنتبع مع فقرة أسرار الآلهة بالصفحات الداخلية ومنبدأ مع أول خبر تنتظر الأسواق إمكان رفع سعر الصرف إلى 25 ألف ليرا للدرار الواحد ليبنى على شيء مقتضى في مخص السحبات وبيع الشكات المصرفية علم أن أعدادا كبير من الموظفين صرفت من قطاع سياحي حيوي وثمت لائحة أخرى أبلغت بقرار الصرف نظرا إلى انعدام الوضع السياحي وقدوم السياح والمختربين إلى لبنان أفيد أن ظروفا سياسية وجغرافية وتصفية حسابات تحول دون فتح إحدى دوائر الأساسية بعد إقفال تخطى السنة وصلت إلى مدير مخابرات الجيش في البقاع تهديدات علانية من أحد كبار المهربين وتجار المخدرات المعروف الهوية انطلقت حملات على أحد النواب البقاعيين بغريعة طرده أحد الموظفين العاملين لديه بسبب انتماءاته السياسية واستمرت الحملات رغم تكذيب الخبر يتهم مصدر في جمعيات المصارف جمعيات ممولة من الخارج بتنظيم حملات تطاول المصارف كبيرة وتوزع عليها الاتهامات من دون اتضاح الهدف والتوقيت لأن المواد التي تروج لها مكشوفة ومنشورة للعموم رسالة وزير الدفاع التي أوضح فيها عدم قانونية تعيين رئيس الأركان وتعميمها على الوزارات والجهات المعنية بالتعامل معه جعلت القضية عالقة وشائكة قانونيا إن لجهة طرقيته والتعامل المالي معه أو لجهة تعاطي جهات من خارج قيادة الجيش معه من تابع الجولة ومن النهار رح نكون مع اللواء وأبرز عنوين لليوم نهمت الفصل المستحيل في ساعات هوكستين دور لبر وانفتاح على حزب الله الوفاء ترجع الجواب على مبادرة الاعتدال والاحتلال يقصف بنت جبيل والمقاومة تضرب ماركليوت مفاوضات شاقة لإبرام الهدنة ولقات نتنياهو تتهاوى أمام ضربات غزة لبيد لإقصاء الحكومة ولقاءات رفيع علي جانس في واشنطن وتغيرات في القيادات العليا للجيش الإسرائيلي من تابع الجولة ودائما مع اللواء لن تابع الأخبار اللي وردت بفقارة هامس تستمر سفيرة دولة كبرى بالتمايز عن زملائها السفراء لجهة عملها المختلف عن عمل السفيرة السلف المنقولة من بيروت تم التحفظ لدى الرأي الجنوبي العام الجنوبي إذا حجم الخسائر وما يترتب عليها لاحقا تتزايد أعمال لبنانيين من مناطق معينة في بلد عربي بصورة غير مسبوقة من تابع الجولة لنكون مع نداء الوطن هوكستين يحذر من تدحرج الحرب والمعارضة ترفض مسخ المسخ السبعة عشر صفر واحد بر متخوف والحزب عبره للموفد الأمريكي نحكي بعد غزة نبقى أيضا مع فقرة خفايا تسببت تغريدة رئيس إحدى البلديات والتي انتقد فيها عظات يوم الأحد بانقصام حاد في اتحاد بلديات الضاحية باعتراض بعض رؤساء البلديات لا تزال التحقيقات في سرقة كابلات منشآت النفط في الزهراني تدور في حلقة مفرغة نتيجة حماية فريق سياسي لموظفي كهرباء لبنان وحماية فريق آخر لكبار الموظفين في وزارة الطاقة علم أن إمكانية معاوضة السلطات الأمريكية دفع 100 دولار لعنصر لعناصر الجيش اللبناني صعبة وما يجري الآن هو الدفع من المساعدة القطرية التي لا تكفي إلا لدفعتين فقط على أن يتم تأميم مصادر دعم إضافية منتابع الجولة لنكون مع الديار هوكستين يمهد للهدنة بخطة من ثلاث مراحل والمقاومة ترفض الإبتزاز جنود وضباط قولاني في مصيضة حزب الله ممنوع تجاوز الحدود الضغوط الأمريكية تثير أزمة في حكومة الحرب لا ذخائر لحرب الشمال منتابع لنكون مع الأخبار وما ورد لليوم هوكستين مكررا أولويتنا وقف جبهة لبنان نبقى مع الشرق سلاح الدين أقوى من السلاح النووي هوكستين هدنة غزة لن تمتت تلقائيا إلى لبنان نبقى مع صحيفة لوريون لجور وأبرز عنوين لليوم هوكستين يسعى لمحاصرة حزب الله اللجنة الدستورية توقف مفعول تسع مواد جديدة في الموازنة واشنطن تدير ظهرها أكثر قليلا لنتانياهو مشاهدينا سنكون مع فاصل إعلاني ومنتابع من بعد جبلتنا منتابع حلقتنا من بريس ريفيو وهلأ رح نضم لإلنا الاستاذ بالاقتصاد الدكتور جاسم عشيقة أهلا وسهلا فيك معنا الصباح الخير لحضرتي كل المشاهدين الكرام شكرا اليوم بدأ نسأل السؤال الأبرز على السيحة وهو بعد إقرار زيادات على أجور القطاع العام هل من خوف على سعر الصرف يعني هذا السؤال كتير جوهري وكتير مهم لأنه بحدد إذا بدك اللي بيحدد هالأمر هذا هو كيفية التمويل نحن نعرف أن الحكومة اللبنانية لا تمتلك الوسائل الكافية لتمويل هذه الزيادات على فترة طويلة يمكن معها تقدر تعمل شهر أو شهران لذلك في طريقتان أو في احتمالان دعيني خليني يقول حتى يقدروا يمولوا الاحتمال الأول هو أنه مصد في لبنان يتراره ويمول الدولة أو الاحتمال الثاني أنه تستعمل الدولة رصيدة باللبناني اللي موجود بالحساب 36 بمصرف لبنان لحتى تتمويل وهذا العمر أنه إذا ضخ مصاري من هالأموال اللبنانية بيقال السوق أنا بعتاد أنه هوني سعر الصرف ممكن أنه يفلت لذلك بدنا نشوف يعني ما في إلا الوقت هو الكافيل اللي بيخلينا نقدر نعرف الجواب على سؤال حضرتك اليوم أنا نسأل كمان عن قصة رد المجلس الدستوري ووقف مفعول تسع مواد بأنون الموازنة العامة شو هي تدعية هذا الموضوع على المواطن وعلى الاقتصاد عموما؟ لا إذا بتلاحظي المواد اللي اعترضوا عليهم هني بالنتيجة طابعة المختار في عندك عدد معين من قصة التسويات بما يخص التخلف عن دفع الضرائب في عندك كمان قصة الضرائب على الشحنات اللي بيقطعوا واللي هني سائقين غير لبنينيين أو بالأحرائي الشحنات غير لبنينية في عندك كمان موضوع بيتعلق بالجامعة اللبنينية هاو المواد أكيد رح يكون لهم تدعيات لأنه مثلا مثل في قصة العقاري الدوائر العقارية مسكرة الحمد الله بس أنه بالنتيجة فيه تدعيات ولكن هذه التدعيات خليني يقول موقتي بالوقت الحالي لأنه ما فيه قرار تم تجميدة فقط لا غير بما أنه معظم الدوائر الرسمية يعني مقفلة أو شبه مقفلة نتيجة عدم قدوم الموظفين أو نتيجة الإضرابات يعني أنا بأعتقد أنه رح تكون التدعيات محدودي ولكن إن شاء الله المجلس الدستوري ما يأخذ وقت طويل قبل ما يبت بهذه البنود هذه في حال تم قبول الطعن وردها والمواد أو الغاقة هوني أكيد رح يكون فيه مشكلة كتير كبيرة بالنسبة للحكومة وبالنسبة لموازنتها والعجز يلي حططوا بقلبها الموازنية شكرا لك أستاذ جاسم عجيقة على كل المعلومات يلي قلت لنا إيها اليوم بهالمداخلة عبر بريس ريفيو مشاهدين منتقل هلال الصحف العربية يلي ما غابت عن صفحاتها الأولى تطور محادثات الهدنة بخزة نبدأ الجولة بصحيفة الشرق الأوسط وأبرز عنوينا لليوم حرب غزة 150 يوم من القتل بلا أفق العليا تحكم لترامب بحق خوض التمهديات الذرية الدولية تجدد مطالبة إيران بالتعاون هكستين يطرح تغيير الصيغة الأمينية في جنوب لبنان بيروت محطة لتدوير الشهادات العراقية المزورة من الشرق الأوسط سنتابع الجولة لنكون مع الأهرام المصرية تطبيق القانون بلا تمييز السيسي تطوير منظومة التقاضي وتفعيل قانون التحالف الوطني وحشد الجهود من أجل التنمية من الأهرام سنكون مع الأنباء الكويتية وأبرز ما ورد لليوم مجلس الوزراء جهد مقدر للجنة التحقيق الجنسية اطلع على عرض مرئي حول مشروعي الرابط السكاكي بين الكويت والسعودية والمنطقة الاقتصادية الشمالية من الأنباء سنتابع الجولة لنكون مع الاتحاد محمد بن راشد صنع مستقبل أجمل للأوطان والمجتمعات منصور بن زايد تعزيز فرص للمواطنين في القطاع الخاص نتابع الجولة لنكون مع الوطن وأبرز ما ورد لليوم فخور بتكريم طلباتنا المتفوقين وهون رعى لحفل جائزة يوم التمييز العلمي وكرم الفائزين صاحب السمو وزير التربية والتعليم رعاية صاحب السمو للحفل دلالة على مكانة العلم والتقدير المتفوقين وطبعا الحاصلون على التمييز قالوا لي الوطن سنواصل العمل لخدمة الوطن وأعلى كلمته ننتابع الجولة ومن الصحف العربية رح ننتقل إلى الصحف العالمية وخنايا نشوف أي مواضيع تغط على صفحات الأولى رح نبدأ الجولة لنكون مع صحيفة لومود وأبرز عنوينة حرية الإجهاد منصوص عليها في الدستور غزة ورفح في فوضى البقاء والخوف من بعدها رح نبقى مع صحيفة لوفي جارو الحكومة في فخ الحكم الذاتي أغلبية صاحقة في الكونغرس تؤيد إدراج الإجهاد في الدستور نبقى مع دي جوردين الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة ممر المساعدات للحد من المجاعة في غزة يحق لترمب الترشح في جميع الولايات الخمسين رح نبقى مع دي نيويك تايمز انتهت الحياة في غزة فراغ السلطة في غزة أدى إلى فوضى القافي نبقى مع دي واشنطن بوست والقيود المفروضة على المساعدات تجوع سكان غزة من الصحف العالمية رح نبقى مع فقرة كاريكاتور ومنشوفها دائما بريشة أرمان حمصي بصحيفة النهار وطبعا هي دليل لزيارة هوكستين الأخيرة إلى لبنان اللي شهدناها أمس مع الزيارات كيفية لألة هيك مشاهدينا منكون وصلنا لختم حلقتنا الموعد بيتجدد بكرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة